موسيقى مساء الخيرات حبايبي متابعيني اليوم أنا وإنتوا رح نكون في الولايات المتحدة بنسلفانيا في العام 1989 جريمة تم الكشف عنها بطرق ما ممكن تتخيلوها تفاصيل مثيرة جدا لكن كالعادة بعد الفاصل خلاله حبايب قلبي عمري اللايك الاشتراك في القناة نشر رابطها وكمان التعليقات الجميلة نسمع ورح أبدأ بإني أعرفكم على هالفتاة الجميلة الموجودة أمامنا لوري أوكر عمرها 19 عام البنت الحلوة واللطيفة كانت تعيش في منطقة من مناطق بنسلفانيا بيسموها ساسكوهانا فالي هي على اسم نهر يمر في عدة ولايات منطقة جميلة جميلة وبالمناسبة في سلسلة جبال هناك بيسموها بونكو مونتنز على كل الأحوال هالبنت الحلوة اللطيفة بتغادر إلى عملها هي كانت تعمل في واحد من المتاجر اللي بتبيع الحيوانات الأليفة وبعد هيك بتختفي تماما لوري الجميلة اللي ولدت وعاشت في هالمكان كان معروف عنها إنه هي زيها زي أي بنت في عمرها 19 عام لها عدة أهداف في حياتها عندها طموحات وكان واحد من أجمل أحلامها إنه هي تكون طبيبة بيطرية هي كان عندها شغف كبير بالحيوانات لهيك بدت تعمل في واحد من هاي المتاجر بتخلص الهاي سكول وبتتعرف على الحب بيكونوا مستعجليين ما بعرف على شو مستعجله المهم إنه بتتعرف على رجل اسمه روبرت أوكر وبتم الزواج المشكلة فيها الرجل اللي تعرفت عليه إنه أكبر منها بعشر سنوات المهم بتم الزواج بيصير عندها طفل اسمه ماثيو والولد دايماً بيحب الأشياء اللي بتحبها والدته حتى هو بيصير عنده اهتمام بالحيوانات هلا هي بتشتغل أكيد حتى تساعد في مصاريف العائلة هالأمة الرائعة واللي كانت كل مناسبة في فرصة هيك تاخد ابنها على منزل والدتها يشوف القطط الصغيرة الحيوانات الأليفة شيء جميل للرب أولادنا على محبة الحيوانات والرحمة فيها دايماً تاخد ابنها حتى يشوف هالحيوانات ويكون فعلاً مستمتع بالمناسبة زوجها يعمل في واحد من محلات الويرهاوس الآن هالزوجين من بداية حياتهم ما بيكون بينهم توافق غداً بتبدأ الخلافات ويبدو أنه الاثنين غير قادرين على حل هاي الخلافات بينتهي الموضوع بالانفصال بعد 18 شهر فقط على الزواج سنة ونص تقريباً ما لحقتوا لازم شوي هيك سلكتوا مع بعض تحملتي تحملك بعدين بتمشي الأمور لا حتى بالانفصال هم مستعجلين الخبراء بيحكوا أنه فترة الزواج الأولى العام الأول الثاني هاي من أصعب المراحل بتعرفوا كل واحد من بيئة كل واحد إلو طباع طريقة تفكير لازم شوي تعودوا على بعض بعدين بتمشي الحياة المهم أنه لوري بتنفصل عنه لروبرت بتاخد ابنها بتروح بتعيش في منزل والدها والدتها هي بتاخد حضانة الطفل الوالد له حق الزيارة من فترة لأخرى هو بينتقل للعيش أيضاً مع أفراد عائلته بيسألوها لوري ليش تركتيه هو حبيبك هو أبو ابنك بتحكي لهم أنه هو صعب 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 من هاي النوعية اللي وين ما راحت وين ما إجات وين رايحة وين جاي كم راح تغيبي ولازم تجاوب على كل أسئلته وطبعاً هم مش متعودين على هالشيء أبداً بالإضافة لذلك هو عنيف بيصرخ عليها لما يفكر إنه يقدب ابنه باستخدم التأديب البدني وخلال فترة الانفصال واللي هي بعدها ما صار الطلاق كامل بدتها البنت بتعرف وتواعد من فترة لأخرى لكن ما كان في شي رسمي بتاريخ 24 ما من عام 1989 بتجهز حالها بتلبس بتروح على عملها المفروض إنه لوري عندها شفت المساء بين الساعة الرابعة والتاسعة هلأ ما بتوصل على شغلها مديرتها المسؤولة عنها مباشرة بتتواصل مع أفراد العائلة بيحكي لها الوالد إنه هي غادرت على موعدها لما تخبروا إنه هي ما إجت على المحل مباشرة بيركب سيارته بيبدأ يمشي نفس الطريق اللي هي رح تمشي فيها الهايوي يمكن تعطلت السيارة صار معها حادث بيبدأ يبحث عنها والدها وتخيلوا عاد أنتو مشاعر الخوف اللي كان يعيشها الوالد بيمشي على طول الهايوي لحد ما يوصل لمكان عملها لبنته هناك بينتبه إنه سيارتها ما زالت موجودة في الباركينات المفروض إنه هي وصلت على العمل بينتبه إنه حقيبتها مفتاح السيارة غير موجودين بيخبر رجال الشرطة واضح إنه هي عملية اختطاف أهل المدينة اللي بتعيش فيها الصغيرة بيكونوا خايفين تعرفوا شو يعني اختطاف من أمام مول الصراحة شيء غريب جداً على طول رجال الشرطة بيبدو يفتشوا بالمنطقة المناطق المحيطة يسألوا الناس اللي في المول الكاستمرز العاملين على أمل إنه حد يعطيهم أي معلومة مفيدة ما بيوصلوا لأي شيء مباشرة وكالعادي المشتبى فيه الأول هو الزوج اللي بهاي الفترة ابنه موجود عنده في زيارة بيعطيهم تفاصيل يومه بطريقة واضح جداً إنه هو عنده حجة غيابة بيحكي لهم رحت على مكان اسمه ويس ماركتز حتى أخذ فورم معين لأنه يبدو بدو يقدم على ديسابلتي ياخذ معونه من الحكومة بعد هيك أخذ الفورم وراح على منطقة لويسبرغ حتى يشوف أحد الأطباء وبعدين راح على مكان اسمه بلومزبرغ سيرز مول حتى يشتري جلاية لوالدته وبصراحة لفت نظري فكرة إنه جلاية الصحون موجودة من عام 1989 في الأردن بالذات يمكن انتشرت الفكرة على مدى العشر سنوات الماضية كثير من البيوت ما فيها جلايات المهم إنه الرجل عنده حجة غياب قوية وبتستمر عملية البحث عن لوري على مدى ثلاث أسابيع بدون أي نتيجة متطوعين رجال الشرطة أفراد العائلة إلا إنه ما بيوصلوا لأي نتيجة للأسف بتاريخ 12 يون من عام 1989 واحدة من السيدات بتكون تركض بتنتبه على شيء غريب موجود ما بيبعد مسافة كبيرة عن المول هي للأسف بقايا بشرية مباشرة بتتواصل مع رجال الشرطة وين موجودة فيه زي مكب قريب جدا على المول على طول بيوصلوا رجال الشرطة هلا طبعا في البداية هم متوقعين إنه هي بقايا بشرية تخصها لالوري لكن لأنه كانت الجثة في حالة سيئة جدا من التحلل لازم التأكد بطرق العلمية صعب التعرف عليها بمجرد النظر اللي وجدت هي مجموعة من العظام الأعضاء الداخلية كلها تحللت الجل تحلل مجرد عظام وبقايا بسيطة جدا من اللحم على طول بياخدوها على مختبرات الأدلة حتى يتم التأكد إنه هي لوري الجثة بتوصل عند باثولوجست معروف جدا في الولايات المتحدة اسمه دكتور إزادور مهلكس على طول من حجم الجمجمة بيقرر إنه هي فيميل طيب إنه نعرف سبب الوفاء بيعرف من خلال الثقوب الموجودة في الملابس من خلال الجروح الموجودة على العظام هو ما عنده أكثر من عظام بيقرر شو هو سبب الوفاء أكيد عرفته شو هو صح فعلا هي طعنات سكين لأنه كان بعض يعني مبين آثار على العظام ومن خلال الملابس هلا بيحكيها الطبيب إنه سبب الوفاء هي عدة طعنات في منطقة الصدر الظهر بين 7 إلى 11 طعنة لكن هالباثولوجست ما عرف أبداً ولا كان عنده الإمكانيات يعرف مين صاحبة الجثة هنا بيستعينوا بخبراء الأسنان على طول بيقارنوا بتعرفوا سجلات الأسنان بشيء الموجود أمامهم حتى يتأكدوا إنه هي لوري دكتور دينيس إيسن هو المسؤول بتعرفوا بيقارنوا الأسنان الموجودة في الجمجمية مع سجلات الأسنان اللي عند الأطباء صور الأشعة من هون بيعرفوا إذا كانت هي مطابقة أو لا بيتأكدها الطبيب إنه هي تخص لوري بتعرفوا حتى من خلال إذا في سن مخلوع من مكانه سن صار عليه علاج في حشوات طبيعة المواد المستخدمة كل هاي الأمور هما بيدرسوها ألا بعد دراسة كل هاي الأمور بيتأكدوا إنه هي لوري بتبدأ عملية بحث عن سلاح الجريمة ما بتم العثور على شيء الآن مهم جدا يحددوا الوقت اللي صارت فيه الوفاء أو الجريمة بناء عليه بيعرفوا إذا حجت غيابه للزوج مثلا كانت صحيحة مين كان موجود في المول جدا مهم معرفة الوقت اللي صارت فيه الجريمة ويمكن صرتوا عارفين إنه بيحددوا وقت الوفاء بعدها طرق الطريقة الأولى اللي هي درجة حرارة الجسم لكن إحنا ما عنا جسم للأسف الآن هي مجرد عظام بالتالي هاي الطريقة غير فعالة أو لا يمكن التفكير فيها الطريقة الثانية إنه يفحصوا الأشياء الموجودة في المعدش وآخر الوجبة تناولها الشخص وين وصلت مرحلة الهطم وهاي التفاصيل اللي حكينا فيها في مرات سابقة نفس المرة الماضية ما في مجال أبدا نستخدم هاي الطريقة وبضل عنا الطريقة الأخيرة واللي أكيد كمان بتعرفوها هي دراسة نشاط الحشرات على جسم هاي الفتاة مباشرة بيتدخل المختص في هالموضوع واللي هو من أصول آسيوية طبيب مشهور جدا اسمه كي كنكم على طول بيبدأ دراسة شو هي الحشرات وبتعرفوه مراحل نموها حياتها وهاي التفاصيل هالخبير بيحكي معلومات جميلة جدا إنه الذباب الأزرق بيشتم رائحة تحلل الجثة بعد دقائق فقط على الوفاة بيحكي حتى عن بعض أميال وأميال هالمختص بيوصل لنتيجة إنه اليرقات الموجودة على جسمها هي موجودة من تسعة عشر يوم تقريبا هيك بيوصل لفكرة إنه وفاتها كانت في اليوم اللي اختفت فيه تماما الآن بيبدو يبحثوا في تفاصيل هاليوم بيوصلوا لمعلومة إنه الاتم ماشين اللي كانت موجودة أمام المول فيها واحدة من كاميرات المراقبة وبالمناسبة ما كانت كثير منتشرة فكرة كاميرات المراقبة بهاي الفترة ما تتخيلوا مدى سعادتهم ممكن هالكاميرا كشفت الباركينات وبتعرفوا تفاصيل مهمة في القضية مباشرة بيبدو يراجعوا هاي الكاميرات هي بتاخد صورة كل عشر ثواني في البداية ما بيكون الموضوع واضح أو يعني إشي مثير جدا أحد الأشخاص صورة غير واضحة أبدا واضح إنه هو بيسحب بعض المال طبعا الكاميرا موجهة باتجاه الباركينات المكان اللي كانت هي تصف سيارتها فيه بينتبهوا أيضا إنه بجانب سيارتها فيه سيارة أخرى وفيه رجل في المكان هلا ما كانت الصور واضحة لكن هي بداية مباشرة بياخدوا هاي الصور بروحوا على المقاطعة ما في مجال حد يساعدهم بروحوا لمختبرات الفي آي ما بيكون عندهم أي وسائل للمساعدة وين بروحوا يا ترى بروحوا على ناسا وبتعرفوا وكالة ناسا بصوروا صور من الفضاء بيرجعوا بيعملوا لها تصفية تنقية ممكن إنه هالشيء يساعدهم اللي بيقترح عليهم الفكرة هم الـ FBI مباشرة بروحوا لوكالة ناسا بحكوا لهم ما شي رح نساعدكم في عنا دائرة اسمها بلستك ميشن ديفنس أورجنيزيشن هناك في أحد الأشخاص اللي رح يساعدكم هو عالم في هالمجال هالعالم واللي استخدم هاي التقنية في تحديد سبب انفجار تشالينجر في العام 1986 بيبدأ يدرس هاي الصور باستخدام هالتقنية يا سلام الصراحة شيء جميل جميل يا أمريكا بيأخدوا هاي الصور بيحولوها لصور رقمية بيأخدوها من كاميرات الفيديو بيحولوها لصورة رقمية بيضعوها داخل جهاز الكمبيوتر وبتبدأ عملية التنقية من خلال هالصور اللي أصبحت شبه واضحة بيتم التأكد إنه لوري موجودة خلف سيارتها بعد عشر ثواني بترجع صورة أخرى بتظهر فيها سيارة أخرى خلف سيارة لوري أيضا بينتبهوا إنه باب الراكب مفتوح وكأنها هيك هي بتنظر داخل السيارة بعد فترة بتغادر هاي السيارة المكان وبتظل سيارة لوري في مكانها إذن زي ما هم بيتواقعوا هي دم اختطافها من باركينات المول أو المكان اللي تعمل فيه لأنه بعد ما تحركت هاي السيارة اختفت معها لوري هلا على طول بيرجعوا لها الخبير طيب أعطينا موديل السيارة بيحكي لهم إنه هي شيفرلي السيارة اللي غادرت المكان بيبدوا يبحثوا إذا الزوج روبرت عنده سيارة شيفرلي سيليبرتي بيتأكدوا إنه هو ما عنده لكن والده والده عندهم هاي النوعية من السيارات بيروحوا للوالد للوالدة بيسألوهم هل ابنكم بيستخدم السيارة بيحكولوا آه والله بالذات يوم ما اختفت لوري هو استعار هاي السيارة طيب وينها أعطونا إياها محتاجينها للأسف إحنا بعناها بعد عشر أيام على اختفاء لوري على طول بيبدوا يتبعوا هاي السيارة بيعرفوا إنه هي تم بيعها أكثر من مرة في النهاية بيوصلوا إلها موجودة مع أحد رجال الشرطة المتقاعدين مباشرة بيتواصلوا معه وشوفوا ما أجملها الصدفة هو شريحة لبنته أو بنت زوجته اللي بعدها ما عندها ليسا سواقة بالتالي هي ما ركبة السيارة أبدا الأدلة ما زالت موجودة إذا كان في أي أدلة مباشرة بيتم التحفظ على السيارة وعلى طول بياخدوها بيبدوا يفتشوها يبحثوا عن أدلة آثار دماء أو غيره ما بيتم العثور على أي آثار للدماء إلا أن الجيران بيأكدوا أنه هم شافوا روبرت وهو واضح بيحاول ينظف السيارة بطريقة غريبة عملية تنظيف السيارة صارت بعد يوم واحد على اختفاء لوري ومع ذلك لما يفحصوا صندوق السيارة بينتبعوا على خصلة من الشعر بياخدوها على المختبرات بيبدوا يحللوا ويدرسوا فيها بيوصلوا لنتيجة أنه هي لا تخص البشر طبعا هم ما بيدرسوها بالعين المجردة مايكروسكوب إلكتروني بيوصلوا لنتيجة أكيدة أنه هالشعر يخص قطة ولا يخص أي حيوان آخر رجال الشرطة بيعرفوا أنه والدها والدتها من النوع اللي بيربي القطة مباشرة بياخدو عينات بتم التأكد أنه هي مطابقة للقطة الموجودة داخل المنزل الشعر اللي على القطة مع الشعر اللي وجد في صندوق السيارة طيب تعال يا روبرت ليش شعر قطة عائلة لوري موجود في سيارتك لا هي كانت عنده بالبيت ولا هو كان ييجي على البيت ويتعامل معها ليش موجود في السيارة بيبدوا يسألوا إذا أفراد عائلته عندهم قطة ما فيه طيب هل لوري عمرها ركبة سيارة والدك والدتك بتم التأكد أنه هي ما ركبتها أبدا وحتى لو هي ركبة السيارة ليش شعر القطة بدي يكون موجود في الصندوق هي بحالها كانت موجودة في صندوق السيارة وهاي عندنا الدليل الأول ضدك يا روبرت خصوصا لما يعرفوا إنه أفراد العائلة كانوا يعني تقريبا بدهم يبيع السيارة هو فكر يستغلها السيارة يقتل زوجته السابقة ويتخلص من الأدلة مباشرة بعد هاي المعلومات بتم اعتقاله لروبرت أوكر توجهه إلى تهمة جريمة القتل يمكن أكثر شي مؤلم أنه أنت قتلت والدة ابنك لا وكمان تخلصت من جثتها في مكب للنفايات لكن بتعرفوا هيئة المحلفين بحاجة لدليل أكبر اللي بيعملوا شيء لطيف جدا بياخدوا سيارة الشيفرلي بيرجعوا بيصوروها في باركينات المول بنفس الطريقة اللي شهدت فيها لما تمت عملية الاختطاف حتى يشوفوا إذا بيكون نفس الشكل أو لا وفعلا بيتم التأكد أنه بتعرفوا نفس الوضعية الطول العرض واضح جدا أنه هي احتمال كبير تكون نفس السيارة بيبدوا يبحثوا عن دافع وكالعادة شو هو الدافع وثيقة التأمين الحبيب روبرت ما مقصر ما أخذ وثيقة تأمين على حياة زوجته حياة ابنه هو المستفيد منها بالإضافة لذلك هم ما زالوا على خلاف في موضوع حضانة الطفل أيضا بيبدوا يبحثوا في ماضي روبرت بيعرفوا أنه هو على مدى الفترة الماضية عنده عدة جرائم من ضمن هاي الجرائم حتى وهو متزوج قيادة السيارة تحت تأثير الكحول وهاي بيعتبروها جريمة غير بسيطة أبدا في أمريكا روبرت إنسان عملي جدا لما يتم القبض عليه في موضوع القيادة تحت تأثير الكحول بتم سجنه بيستغل وقته بيعمل أوردر لكتاب كيف تعمل جريمة وتنفذ منها يعني ما تم مسك تخيلوا إدارة السجن بيعرفوا أنه هو طلب الكتاب وبتم يعني إعاقة العملية ما بيوصلوا الكتاب لكن واضح أنه عنده الخطة الفرضية هي كالتالي هو موجود في سيارة هو موجود في سيارة والده والده بينتظرها في الباركينات بتنزل من سيارتها بتشوفه بتقترب منه بيفتح لها باب الراكب أكيد بيحكي لها أنه ابنها مثلا كان تعبان مريض بتركب معه السيارة هل المدعي العام ما عنده فكرة وين وكيف صارت الجريمة الشيء الوحيد اللي استطاعه وإثباته أنه هي كانت موجودة في صندوق السيارة وهي تلقت عدة طعنات بعد هيك تمرميها في هالمكب القريب على المول بتبدأ محاكماته وجد مدنب بجريمة قتل من الدرجة الأولى بالإضافة لاختطاف ويحكم عليه بالإعدام ولكن بتعرفوا كالعادة استئنافات في النهاية يخفض الحكم من إعدام إلى سجن مدى الحياة بدون أي فرصة لإخلاء سبيله وهيك بتنتهي قصتنا لليوم لكن كالعادة عندي بعض التفاصيل من هاي التفاصيل أنه محاكمة روبرت أوكر اللي صارت في عام 1992 الاستئناف صار في عام 1995 ما زال حاليا موجود في السجن الصورة اللي أمامنا هي في العام 2022 من ضمن التفاصيل أنه بعد اكتشاف الجثة بيومين مباشرة هو بيتواصل مع شركة التأمين بيحكي لهم أنه تم الكشف عن الجثة بيبدأ طالب بالمبالغ المالية مستعجل يا روبرت مستعجل المفروض أنه ياخد مبلغ 10 ألاف قيمة وثيقة التأمين في حالة وفاتها بجريمة قتل في النهاية الأموال بتتحول لابنه من ضمن التفاصيل الأخرى أنه خلال المحاكمة واحد من أصدقائها اللي كانت تتواعدهم بهديك الفترة بيشهد بيحكي أنه هي كانت دايما تحمل سلاح معها تخاف أنه تروح على سيارتها بدون ما يكون حد يرافقها لحد السيارة كيف راحت معه هديك المرة ما حد بيعرف حتى والدتها في مرة من المرات بتكتشف أنه هي مخبية سلاح تحت مخدتها ومع ذلك يبدو أنه هو عرف كيف يوصل لها أنا متأكدة حكى لها ابنك مريض تعبان وضحك عليها كان بيودي أعرف معلومة عن ابنها شو صار معه غير أنه هو تربى مع جده وجدته ما فيه أي معلومات متوافرة كانتها نهاية قصة إلى اليوم بتمنى تكون عجبتكم ولو عجبتكم حبايبي لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة إلى اللقاء